اشتركوا في القناة خسر وخاصة في القرارات المهمة طبعا يقولون في المثل الشائع في العجلة الندامة وفت أني السلامة نفهم من هذا المثل أن الإنسان ما يتخذ قراره بسرعة ويتأنى وذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع ابن القيس إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله الحلم والأند الخليفة المنصور له بيت مشهور يعني صار حكمة يقول إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد سوف نرى الخطوات أولا تستشير ثانيا تستخير تعمل استخارة الشرعية ثم تمضي على بركة الله بعدما تتخذ قرار لا تتراجع عندما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون خافا وترددا قال المولى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قالا ربنا إننا نخاف وأن يفرط علينا يتجاوز حد أو أن يطغى قال لا تخافا بشارة من الله إنني معكما أسمع وأرى معية الله فعندها قرر بدون تلجلج أن يذهب إلى فرعون وينذرانه ويبلغانه رسالة الله وكانت معية الله حاضرة معهم فلم معهما فلم يؤذيا من الأمثلة المشهورة في السيرة قضية مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبيل غزوة أحد هل نخرج نلاقي جيش مكة أم نحارب في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه أن يظلوا في مدينة معظم الصحابة وعلى رأسهم سيدنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله قال لا نخرج لأنه بقاء في مدينة عند العرب يعني في نوع من الضعى والجبن فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولبس لأمته أي الدرع فلما خرج قال بعض الأنصار يا نبي الله شأنك إذن يعني أنت وشأنك إذا أردت أنه نبقى فنبقى فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يقاتل في رواية حتى يقضي الله بينه وبين أدوه المعركة حصلت ولم ينتصر المسلمون قد يظن ظن أنه كانت نتيجة الشورى سلبية فنزل قوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فاعفوا عنهم مما بدر من تقسيم بعدهم فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر استمر في المشاورة رغم أن هذه الشورى كانت أو أدت في ظاهرها إلى نتيجة سلبية وعكسية فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين هؤلاء نقطة التي بدأت بها حديثي إذا قررت قرارا عزمت على أمر فلا تتردد أمضي على بركة الله نرجع لموضوع الشورى في القلب الكثير حول هذه النقطة قال أيش عاملين مجلس شعب ومجلس أمة علم ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح محرف أسماء ليس لنا سوى أشكالها أما معانيها فليست تعرف أين حقيقة الشورى؟ أين أخذ ممثلي الشعب رأي ممثلي الشعب؟ أين هو في بلادنا العربية ومعظم بلادنا الإسلامية؟ كله هباء في هباء بيأتي رمضان بيصير بعض الإذاعات والمحطات مسلمين بيأتي الحج بيصير مسلمين وبيطال المشايخ على القنوات يا عم الإسلام كما قال سيد التابعين ليس الإسلام أو الإيمان والتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقرر في الصدر وصدقه العمل يا حكام العرب يا حكام المسلمين هذا هو المعلم الحضاري قولوا ربنا خالق خالقنا سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر إذا كان يخاطب سيد البشر وهو محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم بهذا ويأمره بالمشاورة فأين أنتم من هذا؟ فنحن في الحقيقة من أسباب ضياعنا عدم الشورى الحقيقية نحن عليه تشدني لأشب فرعا أزهرا إني يتيم اليوم لكن في غادي رجل بخيرات تفيض بها يدي كل الأمان فإن شببت أكوه للكون للأجيان يا دنيا شهدي في قضية عدم التردد أضرب لكم مثلا آخر من السيرة النبوية الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة ابوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد بن مالك شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ومرار بن الربيع وهيلاد بن أبيا سبب تخلفهم هو التردد ما كان عندهم عذر ولذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء المنافقون يعتذرون يعتذرون إليكم لترضى عنهم فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم على نيتهم قالوا طيب طيب ماشي ماشي جاء هؤلاء الثلاثة قالوا يا رسول الله ما كان عندنا من عذر قال أما هؤلاء فقد صدقوا اذهبوا حتى يقضي الله بأمركم ثم نهى المسلمين عن التكلم معهم ومعاملتهم واستمرت هذه المقاطعة خمسين ليلة هذا تأديب لأنهم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدون سبب وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الإلهي ماذا يفعل بهم في نهاية الخمسين ليلة نزلت توبتهم من الله سبحانه وتعالى وقد علم الله صدقهم قال سبحانه وتعالى بعد أن قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة عسرة في الآية التي بعدها قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي تاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم مثل ما صارنا الآن بكورونا فيروس ضاقت علينا أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ونحن الآن ما نملجأ إلا إلى الله نأخذ بالأسباب والدواء والاحتياطات لكن نقول يا رب وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم فلذلك ورد في الحديث وإن كان في سنده مقال لكن نأخذ به في مثل هذه الأحوال عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي أنه قال ما خاب من استخار ولا ندماء من استشار ولا عالى من اقتصد هذه كلها مقدمات لاتخاذ القرار فلا بد من الاستشارة مثل لو تعمل إنا من يجين تستشير أهل العقول ومنهم أيضا زوجتك رفيقة وعمرك تستشيرها أنا بتستشير زوجتي مش عيب ففي بعض الاختيارات التي تكون في ذهنك ممكن بالاستشارة هي تروح بعدين تبقي عندك خيارين أو ثلاثة فتستخير الله تعمل استخارات صدركاته وتدعو بالدواء المعروف وتتوكع الله فإذا عزمت فتوكع الله هدوء مني عبره أنا متجرت بالحياة إذا أخذت القرار امشي به ولا تلتفت إلى الوراء قد تكون أنا والله غلطت يا عمي خلص أنت قررت الشي انتهينا قل رجل للأمام رجل للوراء ستخسر كثير أمضي على بركة الله كما يقولون على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك الفلاحي يعني هل ممكن واحد مننا يقول أنا قراراتي نهائية وما بتخطئ لا لا يمكن ليه لأنه إذا قلت هذا الكلام فكأنك تعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله أنت لا تدري أنا لا أدري ما نتيجة قراراتنا فلا بد من التسليم سلم الأمر لصاحب الأمر تسلم بعد ما تأخذ بكل أسباب والإستشارة والإستخارة تتوكع الله وانتهى الموضوع نحن الآن في محبوسين في البيوت ما أدري في زمن بث هذه الحلقات سيفرج عنا أم لا فتنظر إلى هذا الأمر أنه من قدر الله سبحانه وتعالى وترضى به ولكن ما ضيع وقتك في التأفف والحزن والبكاء استغل وقتك بما يفيدك بما يفيد أولادك ممكن أنت تعدل من عاداتك السيئة التي كنت عليها ممكن تتنبه لأمور ما كنت منتبها لها قال الله سبحانه وتعالى فعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كونوا متفائلين استغلوا أوقاتكم بما يفيد وتوكلوا على الله فإن الله يحب المتوكلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان 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 كم هامت بك الأقلام واستبشر الضعفاء والأيتام حيث القلوب مع الصيام يسودها نبل العطاء يحفها الإلهام وترى المحبة تزدهي وبفضله تتقارب الأبعاد والأرحام ترجمة نانسي قنقر